هذا التارت بفلان تشينوز كي طلع رائع بزاف كنت ممنى ان شاء الله تشوفوا الطريقة التحضير ديالو رغدي اعجبكم بزاف بزاف ولكن تبعو مراحل من الاول الى الاخير باش يصدق لكم هاد فلان تشينوز بطريقة رائعة بزاف هنا يندوزو الطريقة التحضير اول حاجة غدي نجيب واحد كاسرون بحلقة ده وغدي نعملو في احد خمسة ديال الملاعق كبار ديال السكر الخاشين واحد مئة كرام ديال السكر وغدي نعملوها على النار ونخليوها يعني تولي كراميل خصا تكرمل وهنايا غدي نجيبو هاد المول هادا هنا غدي نحتاجو يعني غدي نعمل غيف هاد المول الكبير في خمسة وعشرين سنتيم ونص والمول صغير في واحد ستاش ديال سنتيم هنايا غدي ندوبو هاد السكر ديالنا كنرجعو كراميل ما خليوش يتحرق بزاف يعني باش ما يعطيش واحد رائحة كاريه هنايا غير كي ولي يعني بوني صافي كنزولو بحلقة ده كنحضيو باش ما يتحرق لناش بزاف هنايا كان عملو في هاد المول ديال الكيك كما قلت لكم فيها خمسة وعشرين سنتيم ونص هنايا ولكن ردو با لكم ما راك يكون سخون بزاف يمشي حرقكم غدتعملوا به هالطريقة بحلقة ده وهنايا غدي نزيد واحد شوية ديال السكر على حسب هاد المول هاد اخرين غدي نعملهم يعني غير على حسب الى شاطلية الفلان نقافين غدي نعملوه وهنايا حتى الى هنا غدي تشطلي واحدة ونخليها مازا غدي نعمل بها حاجة اخرى من بعد مهم دائما كنخليو كنعملوه زيادة هالي عمتكم بحل هادو كيكونوا صغارين يمكن لكم تعملوه صغار كبار وحدة كبيرة يمكن لكم تعملوه بحل ده با إلا كان لكم مول بحل كده كبير على هادا واحد تمانية وعشرين سنتيم بلا ما تزيدوا حتى شي حاجة هنا كنعملو هاد الكارامير الرادغيه كيبس كيولي بحل الججاج يعني كيجي عندي هنا واحد تلتمية وخمسين جرام ديال السكر وعندي واحد لتر ديال الحليب وعندي هنا فلان هاد العلب عندي واحد اربعة من هاد الزرقين هادو ديال فلان تشينوش وهادو عاديين ديال المغرب يعني ديال الفلان اي فلان بغيتو تعملوه تعملوه خمسة وعشرين جرام عندي هادوك العولة بكل واحدة فيها هادوك الزرق عندي اربعة فيهم خمسة خمسة جرام عشرين جرام ودوك الجوج فيهم جوج جرام انص يعني بجوج خمسة ديال القرام كتعطيك خمسة وعشرين جرام هادوك يكون بحالة اللي اقيتو بحالة بارد ش شوية غدي تخلطوه مع السكر غدي تخلطوه مزيان كتحكوه مع السكر حتى كيولي يعني مدمج معه ما كيبقاش محبب وكياللي ما كتلقاش محببه كيكون عادي لحسب البرودة وصافي هنا كما كتلاحظوه هوا عندنا شي بعضين كانوا باردين ولكن تاريخ بعيد باقي له عام تقريبا التاريخ دياله المدة الصلاحية هنا غدي نخلطوه مزيان كما كتلاحظوه وكان وجدو واحد ميكسور بحالة كده ولا شي مولي نيكس ولا يعني باش كنخلطوه مزيان وانا كما كتلاحظو كنخلطو مزيان والحليب راكي طيب يعني عندي ليتر ديال الحليب اي نوعية الحليب يمكن لكم تعملوها انا كنعطيكم الحليب انا اي حليب كنخدم به هنا كنعملو واحد الكاشر ما بحالة كده ولا شي فاش غدي نعملوه يعني باش يغلينا واحد شوية على حسب باش يبقى يعني شاد السخونية دياله مش عالي حسب الغاليين غدي نردوه فوق النار ولا هنا غير كنخلطوه كنخلطو كيتخلط سوف نضيفو ديريكت في هاد المولات هادو هنا كنخلطو مزيان كما كتلاحظو هنا كنخلطو مزيان ووضعو في هاد المول هنا كنخلطو مزيان هنا غدي نوضعو فوق الارض يعني الارض مقدة باش يجمدنا بحالة كده يعني كيجي مقدة ونها غدي نوجدو الجينواز كنخلطو على حسب المولات اللي عندنا والجينواز ان شاء الله غدي نخليه لكم في اخر الفيديو يمكن لكم تكليكو عليه وتشوفوا الطريقة التحضير ديال الجينواز بطريقة سهلة والجينواز كيطلع رائية بزاف وكان قطعو على حسب المولات بحالة كده هنا كنخلطو المول في الاول كان قطعو على حسبه هنا عندي واحد مئتين وخمسين جرام ديال كريم فريش كريمة سائلة طلعتها وعملت لها المدق ديال الفرامبواز هنا نطلعو شوية الكريمة كتكون عاقدة شوية تكون شادة راسا ما تكونش يعني غير مخفوقة قصة تكون قاسحة شادة راسا وكريمة سائلة دائما خصة تكون باردة مزيان مش تكون مجمدة ولكن تكون باردة هنا فلان هدا من اللي كيبرد لينا كيشد راسا مزيان هداك الكاراميل كيبقى يطلع لنا الفوق إلا تكينا عليه تكينا ضغطنا عليه من الفوق ما خصناش نضغطو عليه باش ميطلعناش هداك الكاراميل باش مكيعطيناش واحد المدق ديال المرورة إلا كنخلط مع كاميرا وهنايا هدا الكاراميل هدا يعني غادي نخليه غير على حسب باش يعطينا اللون وكيعطينا واحد منك هادي الكاراميل كتكون غير على ديال البشرة ديال فلان مجيال تحتانية من قلبوها هنا هداك الفلان اللي كيقول لك وديرها فلان كيجي مر كيجي هداك فلان ما كان ناكلوش يعني كنزولوه انتم غادي تشوفو في الاخير مني غادي نزولو غادي تشوفو الطريقة كيفاش غادي نزولو يعني بطريقة سهلة هنا يا ديك ساعة داك الفلان ما كيبقاش ما كيبقناش لحقاش اللي اخليته كيجي مر هنا يا كن ناخدو واحد شوية ديال سيرو سيرو غادي نخلي لكم في اخر الفيديو حتى هو باش تشوفو طريقة تحضير ديال سيرو يعني بطريقة سهلة باش كنرطبوه الجنواز ديالنا وانايا كنمشيو معها غير بشوية كنقدوه ما كنضغطوش بشزاف وانايا بنفس الطريقة كما كتلاحظو كنسقوه من الجهة التحتانية وعاد كننقلبوه عاد نسقوه من الفوق باش يعني كيولي الجنواز ديالنا شارب وانايا كنقدوه زيانة الجواني بهادو وكنتمن الله يردع لكم اللي لم يشتركش كنتمن ان شاء الله يشترك فضلا وليس امرا وتضغطوه على الجرس باش يوصل لكم الجديد واللي كانتمنى ان شاء الله دائما تبقى تخليوا لي واحد لايك الفيديو لاجهزيكم بالخير باش كتشجعوا شوية القاناة تزيد القدام وكانتمنى ان شاء الله لكم كل ما كنتمنى في حياتكم ان شاء الله تنالوه ان شاء الله بإذن الله هناك نجيب واحد لونجيت دور بحالة كده كنوضع عليه من الفوق باش غادي نقلبوها يعني هذه غخصنا غادي نقلبوها هناك شوفوا هناك فجأة انا خليت بالعاني باش تشوفوا يعني مباش نزول نعطيكم غيل واجهة هناك شوفوا هذا بني كنزولوا هدك المول كنزولوا هدك الدائرة ديالو يعني تما كيبقى هدك الكراميل كيبقى كيسيل كيسيح هدك كنزولوا ما غادش نحتاجوه هناك بني كنزولوا عاو تاني كناخدوا واحد اللاطا كنعملوها بنفس الطريقة وكننقلبوها بنفس الطريقة اللي كتشوفوا كنجيب واحد اللاطاس من فوق منو باش خصها تكون عالية بحالة كده بحالة قدي نعملوا لي اشي غلاسة جولا شتول الكراميل كيفاش كيبقى على المول يعني يلقى ديال المول هناك نزولوا هدك الكراميل كيما كتلاحظو خسنا نزولوا كامل ما يبقاش كنخليه غير ذاك اللون باش مكيبقى ناش ذاك الفلان باللون الاصفر يعني كيبقى اللي اللون ديال الكراميل من اللي كنقطعو الحلوة ديالنا يعني كيعطيها واحد البشراء ديالها من فوق رائعة وهناك نجيب واحد شوي ديال نباج لها نباج من الفوق باش كتبقى بريو وهناك نزولوا هدوك الجوانيب كاملين اللي قاسهم غير ذاك الكراميل كنزولوه ما كان ناكلوه مش لحقاش داك اللي اكريتوا ذاك الكراميل كيجي مر لحقاش السكر منك يدوب راكي ولي كيعطي المرورة دياله يعني بحالة جنو كراميل يعني السكر كيتحرق هناك غادي نقطع هاد الاطار ديالنا ديال فلان شينوس هنا غادي بنفس الطريقة اللي كتشوفو كنجيب واحد مين ديال يكون فازق مبلل وكنننمشحو به هاد السيكين باش مكتوسخناش لوجه ديال فلان بدي كريم فريش لحقاش كيكون الموش كنضغطو عليها كيها بطل تحت كيوسخنا الموش كنجبدو كننمشحو في شمين ديال داروري في اي حلوة قطعناها لابد بنفس الطريقة الموش دائما كننمشحوه بشمين ديال نبلل وانا كنجيبوه مثلا نزينوها بالبانان او بهدا السوريز عندما كنت اعملت الطرنش ديال البانان اعملت عليها السوريزة من فوق وكننشدها بها ديال كوردوني بحلقة دا كنأخذوا واحد كوردون بحلقة دا وكننضغطوه باش كيشدنا الحقاش كيبقوا ايزلقو باش كتبقى شده بلاستها وانتوما تزين ديال هاد لطرت فلانت تشينوس انتوما شوفو الشكل ديالها الشكل ديالها كيجي رائع بزافي وفي المداقية سلام كنتم مناشاء الله تجربوها بنا باش طريقة وذيك ساعة غادي تشوفو شنو كنعطيكم وش كنعطيكم شي حاجة هي هاديك او لا لا هنا بحلقة طرق هادو كما كتلاحظو را دائما دائما من الاول را من الفين وثمنتاش وانا اللي دخلت هاد هاد الكزميتو هاد الفلان وهاد طريقات اللي كتشوفو بحلقة دا عندي في الفين وثمنتاش ولكن الناس كتبغي تدخل تحسيناتو وكتبغي تغيير باش ما تبانش بانما ذيك الوصفة ديال فلان ولا كيغيروا الطرق ولكن ما كتجيش بطريقة صحيحة في اي حاجة وانايا كما كتلاحظو را بنفس الطريقة ديال هاد الاتارت الكبيرة بنفس الطريقة ديال هاد الاتارت الصغيرة قاشو هادك الكراميل كاللي كيبغي المدق ديال داك الكراميل وكاللي ما كيبغيش لما كيبغيش يزولو كامل بذيك الجواني بديال الاتارت اما الفوق تزولو واخا كتبغيه ولا ما كتبغيش هنا من اللي كتبغيو تزولو بها الطريقة هانتو ما شوفو يعني كتزولو هادوك الحاشية ديالو صفيك نزولو قاع هادك الكراميل ما كيبقاش باش ما يعطينا لا مرورة لا احتشي حاجو هناي عاو تانية غادي نقطوها بنفس طريقة اللي كتشوفو ونه غادي نعملوا له هالنقباش باش كتعطي واحد لمعان واحد بريو كيجي رائع ونهي بغيتو تعملو هالمحلات والا في المنازل ومحلات كين على حسب 8 كل واحد شحل باش كيبيع كاللي كيبيع بستة درهام كاللي كيبيع بثمانية درهام كاللي كيبيع بعشرة درهام كلي كيبيع بـ 12 دراهم كل واحد شحال باش كيبيع يعني 8 ما محدوج يعني كل منطقة شحال باش كيبيع بحل دبها هادو هادو كي تبعو كي نبيعوهم 8 دراهم للطرف هنا يا هادو هادو ديال هادو صغيرة أما الكبيرة هادو 12 دراهم من 10 دراهم 13 دراهم للطرف هنا هادو كيطلع بحاجة رائعة وهنا يمكن لكم تدخلوا عليها التحسينات تعملوا فيها أي حاجة كيما تلاحظوا هادو كيجي رائعة في المنظر ديالها وحتى في المدق كنتم من شاء الله تجربوها ولكساعدة تشوفو المدق ديالو يعني واحد لقو فيها رائعة ونيفت زيان يمكن لكم أي حاجة ممكن مثلا أنتم مراقل لكم أعطيوه واحد اللايك الفيديو هاش ما تنسوا هنا هنا يعني مثلا 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 هادو تزيين لكن مثلا الفراولة يمكن لكم تزوقوا بالفراولة بالشوريج بأي ديسير حبيتوها بأي حاجة بغيتوها من ديسير يمكن لكم تزيينوا بها هادو الفلان تشينوش كيجي رائع يعني هادو لاتارت ديال فلان كيجي رائع بمعنى الكلمة ونيتوجدوها لضيوف ديالكم وتوجدوها يعني بوجهكم أحمر يعني كيجي رائع كنتم من شاء الله كما كنقول لكم جربوها واردو علي في التعاليق كيف جات لكم وش جات مزيانة او لا غي كنتكلم وصافي وانا يا دبا كما كنتلاحظو دبا وصلنا تقريبا نهاية الحلقة وكين فيديو خور ديال فلان تشينوش ان شاء الله غدي نخلي لكم في آخر الفيديو وديك ساعات كليكوا علي وتشوفوا الطريقة ان شاء الله غدي تعجبكم زف زف وكانتمنى ان شاء الله ما تنسونيش بلي لايك ديالكم والبرتاج واللي ما مش تتاركش كانتمنى شاء الله يشترك فضلا وليس أمرا وكما كنتلاحظو يعني كل شي راه قدام عينيكم وكنتمنى ان شاء الله تجربوها بنفس طريقة وما تخافوا حتى تمشي حاجة دبا وصلنا نهاية الحلقة كما وقت لكم وشكرا لكم عندما شفت شتو التقطاع دياله راه كنتجي تقطاع سهل وشكرا وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته